وعلى صعيد آخر أعلن مركز العلامي لمن يلقى القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في محافظة نينوة وقال المركز في بيان الله أن مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوة تمكنت من اعتقال العصابة وبحوزتها أكثر من 17 ألف دولار مزيفة مبين أنه تم تسليم أفراد العصابة إلى الجهة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم اشتركوا في القناة